والآن إلى الانتخابات النصفية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الديمقراطية على المحك في انتخابات التجديد النصفية التي تنتلق بعد ساعات وطلب بايدن مواطني بلاده بانتهاز الفرصة للدفاع عن الديمقراطية وتحدث أمام حشد من أنصار الحزب الديمقراطي في ولاية ميرلاند عن ثقته في فوز حزبه متوقعا أنه سوف يحقق مفاجأة واعتبر الرئيس الأمريكي هذه الانتخابات بأنها ليست استفتاءا بل هي اختيار بين رؤيتين مختلفتين للغاية قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ماركيلي لأن محاولات الجمهوريين لربط المرشحين الديمقراطيين بالرئيس جو بايدن نظرا لمعدلات أدائه المنخفضة تعد غير ناجحة وأضاف السناتور كالي أنه لا يعير اهتماما كبيرا لاستطلاعات الرأي ولكنه سيعترف بنتائج الانتخابات لدي شعور رائع أثق بالناخبين في أريزونا الفرق بيني وبين منافسي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا مما هو عليه الآن سأثق بنتائج هذه الانتخابات أشعر أنني سأفوز بها أنا لست مثل أولئك الذين يقولون أنهم سيفوزون حتما حتى وإن كانت المؤشرات عكس ذلك أشعر أنني سأفوز وأن النتيجة ستكون متقاربة لأنني أسست حملة انتخابية للفوز نحن في موقع جيد وقبيل ساعات من بدء الانتخابات تتجه الأنظار نحو ولايات أمريكية بعينها يرجح أن تنقلب لتحدد الطرف الذي سيحسم الأغلبية لصالحه في الانتخابات النصفية التقرير التالي يعرفنا على أبرز تلك الولايات من يحسم الانتخابات النصفية الأمريكية لصالحه ثم تم قاعد بعينها يرجح أن تحدد الأغلبية فإذا أراد الجمهوريون استعادة مجلس الشيوخ فالطريق نحو ذلك يمر عبر حرمان السيناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو من محاولة إعادة انتخابها ضد المدعي العام السابق للولاية الجمهوري آدم لاكسالت في بينسلفانيا المتأرجحة المنافسة حادة أيضا وربما يكون الجمهوري الطبيب الشهير محمد أوز على موعد مع صناعة التاريخ كأول سيناتور مسلم في مجلس الشيوخ في حال فوزه أمام منافسه الديمقراطي جون فيترمن عين الحزبين كذلك على مقعد جورجيا المهم حيث السباق الشارس بين السيناتور الديمقراطي رفائل وارنوك والجمهوري هيرشيل ووكر نيوهامشير المتأرجحة حاسمة هي الأخرى في هذه الاستحقاقات وما زالت ديمقراطيون على ثقة بفوز السيناتور مايي حسن بمقعدها في مواجهتها مرشح الحزب الجمهوري العسكري المتقاعد دون بولدوك مقعد أريزونا حاسم كذلك لأمال الحزبين في الفوز والسباق هنا وفق أحدث استطلاعات الرأي متقارب بين السيناتور الديمقراطي الحالي مارك كيلي ومنافسه الجمهوري بليك ماسترز في وقت مبكر من هذه الدورة الانتخابية وضع الديمقراطيون أنظارهم على ويسكنسون إحدى ولايات حزام الصدق فاحتدمت المنافسة بين مرشحهم الديمقراطي منديلا بارنز والسيناتور الجمهوري رون جونسون ووفق آخر الاستطلاعات يتقدم الجمهوري جي دي فانس بثبات في ولاية أوهايو على نائب الديمقراطي تيم رايين لكن مرشح الديمقراطيين يراهن في اللحظة الأخيرة على المستقلين لمنحه فرصة الثلاثاء وقد تحدد كولورادو خريطة الكونغرس المقبلة وهنا يتنافس الديمقراطي السيناتور الحالي مايكل بينت مع جو أوديا الجمهوري الذي أعلن صراحة أنه يفضل شخصا آخر غير دونالد ترامب كمرشح لعام الفين واربعة وعشرين دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الناخبين في البلايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين عشية الانتخابات النصفية ويرى ماسك الذي يحظى بمائة واربعة عشر مليون متابعة للتويتر في تغريدة أن تشارك السلطة يحد من مقال بأنه أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين داعيا للتصويت لكونغريس جمهوري على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي مضيفا أن الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز